في خبر آخر تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هوارب مدينة دولي من حجز مبلغ 23400 أورو على متن رحلة للخطوط الجوية التركية في الرحلة الرابطة بين الجزائر والسطنبول المسافر الذي يعد شابا في مختبل العمر ينحضر من أعالي العاصمة وبالضبط من الأبيار وهو محاول لإخفاء المبلغ المالي داخل حقيبته اليدوية بإحكام إلا أن فطنة ويقضة المصالح الأمنية مكنتهم من إحباط محاولة التهريب وتم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة لتحقيق معه